وفق تقرير لمؤسسة القدس الدولية هناك نحو خمسين حفرية إسرائيلية تتوزع أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه وتهدد أساساته أكثر من نصفها في الجهة الغربية للمسجد وعددها ثمان وعشرون حفرية في حين نجد سبع عشرة حفرية في الجهة الجنوبية للمسجد وتنتشر خمس حفريات في الجهة الشبالية منه أبرز الحفريات وأخطرها حفريات ساحة البراق ومشروع من القدس إلى القدس التهويدي على بعد خمسين مترا من الأقصى المشروع قاعة أثرية إسلامية واسعة في منطقة أنفاق الجدار الغربي من الحفريات نافق سلسلة الأجيال وافتتحته سلطات الاحتلال في 2006 ويمتد تحت حائط البراق وجزء من السور الجنوبي للمسجد الأقصى إضافة إلى حفريات حمام العين في الجهة الغربية أيضا حفريات قلعة القدس بالقرب من باب الخليل أحد أبواب البلدة القديمة في سوريا الغربي ووصلت إلى عمق خمسة عشر مترا تضاف لها حفريات الزاوية الجنوبية الغربية وتمتد على مسافة مائة وخمسين مترا شمالا بالقرب من باب المغاربة والقصور الأموية وحفريات المصلى المرواني وفي جنوب المسجد الأقصى حفريات السلوان وهي شبكة يسعى لاحتلال لربطها مع بعضها بشكل كامل وصولا إلى السور الجنوبي للأقصى لتكون مدينة ذاود التي يسعى لجعلها المزار السياحي الأول الطريق الهيرودياني ويدعي الاحتلال أنه بني في عهد المعبد الثاني ويدعي أيضا أنه ممتد بطول ست مائة متر تقريبا من جامع عن سلوان في جنوب الأقصى وحتى ساحة البراق القناة الكنعانية جنوبا وتنقسم إلى جزئين يقع أولهما على سطح الأرض فيما يقع الثاني تحت سطحه ويبلغ طوله مائة وعشرين مترا بركة القبرة وتقع شمال الأقصى وهي بحسب الدعاء الصهير بركة عامة حفرت في عهد المعبد الثاني كخندق لحماية المدينة من الشمال شكل عام ستة وتسعين دروة ردة الفعل الفلسطينية على الحفريات الإسرائيلية حيث اندلعت ما سميت بهبة النفق ردا على افتتاح نتنياه لأحد الأنفاق وأدى ذلك لاستشهاد عشرة الفلسطينيين كما تلحقت الشهادات ومنها لرئيس بعثة عبرية عملت 32 عاما في حفرية الأقصى بإقراره ألا وجود لأثار يهودية تحت القدس والأقصى وألا وجود لمعبد سليمان تحت المسجد الأقصى